أسهلا بكم إلى برنامج تساؤلات عشية حلول شهر رمضان الفضيل فتحت الأسواق الجوارية أبوابها للمواطنين الذين وجدوا فيها ملاذا لتخفيف من الأعبائية المالية طيلة الشهر الفضيلة نتبع تفاصيل عن هذا الموضوع مع رحمة حملات هو واحد من الأسواق الجوارية التي فتحت أبوابها أمام المواطنين بمناسبة شهر رمضان أسواق عرضت فيها مختلف السلع الواسعة الاستهلاك وبأسعار معقولة جعلت الإقبال عليها كبيرا هذه مبادرة مليحة الناس كانوا محتاجين مكشونة يروحوا قاعدة القوز الأسواق قدامهم وأسعار منخفضة مليحة الحمد لله أنا شعنا شوية عين الحمد لله إن شاء الله تستمر هكذا أجروا كيمة الفرمات كيمة هذا بردو شوية سهلة تحسقها طابر جيت لهنا يعني كاية سلعة جديدة حاجة دي جام فيها من الفعل سيجد الخضراء فمانجي فري وليبري فيها البالنس بلزو مو بسكل دي البالنس دي فواحنا شوية 28 يومي 25 جناح الحليب ومشتقاته الخضر وجناح بيع مادة الزيت والفواكه الجافة هي أبرز الأجنحة التي عرفت إقبالا كبيرا من المواطنين في مالي بري اللي هنا يبارا برانا بيها وموان شرختي قاعدنا فرامج قاعدنا باريكزمبل ديول هاتسوالح ترمضان سبيب بالعينة نحن رانا اللي هنا لبينا النيداء تعدول قتلك ديروا هادوما أسواق الرحمة الأسعار راهم في متناول جامع سوما شباس لعشابة مرحبا بيكم رانا هنا رمضان كمبلي ولي عندو يدي ولي ما عندو شي يدي ومرحبا بيكم عندنا اللي هنا بفتح نقاط بيع عبر مختلف البلديات تزامنا وشهر رمضان استبشر المواطنون خيرا بوجودها كونها وسيلة تخفف عليهم بعضا من الأعباء المالية ولي الحديث عن هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفتي في البلاتو سيدة زهرة حمروش رئيسة المفتشية الإقليمية للتجارة اللي بئر مراد رئيس بالعاصمة سيدتي مساء الخير أهلا وسهلا بك مساء الخير نشكركم شكرا لك مرحبا بيك كذلك بعد قليل التحاق بنا عبر الهاتف سيد حميد برناوية الأمين العام للغرفة الفلاحية لولايات العاصمة الجزائر البداية بيك سيدة حمروش بالحديث عن هذه الأسواق الجوارية والتي تعود عليها المواطن الجزائري مع حلول كل شهر رمضان الكريم هذه الأسواق الجوارية التي أصبحت ملاذ للمواطنين الجزائريين لما تقدمهم من منتجات والسلع في هذه الأسواق كسؤال أول هل الآن الهدف من هذه الأسواق الجوارية هو تقريب المنتجين من المستهلكين مباشرة يعني نعود شكركم على الاستدارة مرحبا بيك لا يسلمك يعني أول شيء هذه الأسواق الجوارية كانت بناءة تعليمات السلطات وبرنامج الحكومة من أجل تخفيف الأعباء المواطنين خاصة في شهر رمضان المبارك يعني كما نتلاحظ أن العشية شهر رمضان الناس يعني تكون استهلاك ديالها يكون يرتفع طفل يام العادية وكاين يعني بعض التجار سمحهم الله يعني يغتنموا الفرصة بش يرفعوا الأسعار نحن هذه الأسواق الجوارية جمنا فيهم المستوردين المنتجين وحتى تجار الجملة من أجل تخفيف الأعباء يعني ينقلصوا الأعباء اللي كانت باش تلحق للمستهلك راح يكون السعر مباشرة للمستهلك يلاحظ الفرق يعني من أنه يروح يشري المنتج في المحل ولا يجي يشري في السوق الجواري بالإضافة إلى أنه يكون توفر هذه المواد خاصة المواد وسعة الاستهلاك يعني يجي مباشرة للسوق الجواري يكون متوفر وبسعره القانوني ويكون محترم فيه جميع الشروط النظافة الإعلام بالأسعار وكل شيء يعني إن شاء الله يكون نعم سيدة حمروش إذا تؤكدين بأن هذه الأسواق الجوارية التي يتم فتحها خلال شهر رمضان الفضيل يعني فيه فارق ولو يكون نسبي عندما نتحدث عن الأسعار أسعار كل السلع التي تعرض في هذه الأسواق الجوارية نعم يعني تلاحظوا بلي كان فرق في الأسعار والوفرة يعني كان عاملين أساسيا اللي هم الفرق في الأسعار يكون السعر منخافض وتكون وفرة هذه المنتوجة يعني طيلة النهر وطيلة شهر رمضان يعني كما كان السنة الفارطة كما أن حتى أسبوع مر شهر رمضان سلع متوفرة مدام تحدثت عن الوفرة سيدة حمروش الآن يعني الحمد لله لا يوجد داعي للخوف والقلق من الوفرة يعني كل مواد الوسعة لاستهلاك في كل محلات تجارية وكذلك في هذه الأسواق الجوارية اللي قمتم بها عندما نتحدث عن زيت المائدة عن السميد عن كل المواد اللي يستهلكها المواطن الجزائري وبكثرة خلال شهر رمضان يعني نضيف لك لجانب هذا مادة الحليب مادة السميد الزيت السكر الفارينة يعني كلها رهي متواجدة لدائي للقلق يعني الخطرات يعني تكون دائية يعني صغيرة يعني المستهلك يروح يزيد طالب دياله مع يعني يكون بلك عرض متوسط يبدأ يلفو ترق السلع في السوق هذا رجع إلى كثرة طالب لكن الحمد لله الآن يعني رحي متوفرة متوفرة وكافية كافية وافية يعني في جميع أسواق جوارية وحتى المحلات تجارية يعني يستهلكوا بعقلانية يعني فقط نشر لك باللي خلال شهر رمضان أنا نطلقنا ندير حملات تحسيسية من أجل عدم التبذير يعني صحيح يعني فيه ربما بعض المظاهر اللي يتم تسجيلها خلال شهر رمضان من قبل بعض المواطنين عندما نتحدث عن التبذير سنعود إلى هذه النقطة لأنه التبذير والإسراف يعني هذه الظاهرة اللي تتكرر مع حلول كل شهر رمضان وهذا دوركم ودور كذلك المجتمع المدني عندما نتحدث عن تحسيس عن هذه الظاهرة التحق بنا سيد حميد برناوي الأمين العام للوفرة الفلاحية لولاية العاصمة الجزائر سيدي مساء الخير أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وعليكم السلام بالحديث عن حلول شهر رمضان ووفرة المنتوجات الغذائية في الأسواق كذلك نتحدث عن وفرة الخضر والفواكه في الأسواق سيد حميد برناوي والفلاحين رفعوا التحدي في توفير أجود الخضر والفواكه في أسواقنا الوطنية شكرا لكم سيد الكريم شكرا لكم على تناولكم هذا الموضوع إبان يعني ليلة رمضان وما أدرك ما شهر رمضان بداية كما تفضلت وقلت سيد الكريم أن الحمد لله القطاع الفلاحي كان ولا يزال قائما بفته كان ولا يزال يتحدى كل التحديات والصعاب والتغيرات المناخية من أجل توفير كل المنتجات الفلاحية التي تصب في فائدة المواطن وفائدة المستهلك الجزائري كما ترون يعني زيارتنا وتفقدنا إلى كل نقاط وكل نقاط البيع خاصة لما يتعلق الأمر بالخضروات هي متوفرة ومتوفرة من النحية المادية من النحية الكمية ومن النحية النوعية الحمد لله يعني وهذا بالرغم يعني هناك نقطة مهمة جدا لابد للمواطن الجزائري أن يعرفها ألا وهي أنه أنه رمضان من سنة إلى أخرى هو في طراجع بحوالي يعني عشر أيام إلى أحد عشر يوم كل هذه الخضروات اللي رأي متوجدها على مستوى الأسواق لما نتكلم خاصة على المدن أو الولايات السحيدية نتكلم على الجزائر العاصمة نتكلم على أبو مرداس نتكلم على تيطازع هذه المواد رأي تأتينا من ولايات أخرى هذا يعني شي عظيم رأي تأتينا من ولايات بالسكرات تأتينا من ولايات الواد مؤخرا فقط ولاية مستغانم دخلت في جني محصول مهم جدا للمواطن يعني يحتاجه كثيرا ألا هو من توفي البطاطة انطلقت مؤخرا ولايات مستغانم في جني هذه البطاطة الموسمية وبكميات معتبرة وبمرضوط جد ومطابر والحمد لله يعني حتى ما نحتكرش الكلمة سيد الكريم نقدر يعني نطمن المستهلك الجزائري ونقدم كل تطمينات للمواطن الجزائري أن المواد الفلاحية بمختلف أنواعها خاصة لما يتعلق الأمر بالمنتجات الاستراتيجية هي مضوفرة نوعيا وكميا وفقط يعني كما تفضلت الأخ الكريم يبقى السلوك يبقى خاصة هذا الأسبوع الأول من انطلاق شهر رمضان لازم نمتازه بالعقلانية في الاستهلاك نديره الثقة ونكونه يعني الرحمة خاصة التاجر لازم يكون عنده صفات التاجر الحقيقي التاجر المسلم لوصى له ربي سبحانه عز وجل إلى آخره سيد الكريم شكرا جزيلا لك سيد حميد برناوي الأمين العام للغرفة الفلاحية لولايات العصمة الجزائر شكرا جزيلا لك ورمضان كريم لك إن شاء الله شكرا جزيلا لك رمضان كريم لكم سيد الكريم تحياتي لك سيد حميد برناوي أعود إليك سيدة حمروش تحدثنا قبل قليل عن توفر مختلف المنتجات الغذائية الواسعة لإستهلاك خلال شهر رمضان وبكميات كبيرة نتحدث الآن عن الأعوان المراقبة وقمع الغش لدوركم جد هام طوال السنة وكذلك خلال شهر رمضان جنتوا كل الأعوان الرقبة وقمع الغش مجندين من أجل محاربة الزيادة في أسعار المواد الغذائية وربما عدم إشهار الأسعار لو تحدثينا عن ربما البرنامج اللي استرتوها عندما نتحدث عن هذه الرقابة اليومية لأسواق والمحلات التجارية خلال شهر رمضان يعني كما تفضلت وقلت أنه خلال شهر رمضان كتفوا من خارجاتنا الميدانية يعني البرنامج المسطر خلال شهر رمضان نبدأ منذ عشرة أيام برنامج خاص بشهر رمضان نكتفوا فيه العمل الرقابي والعمل الأولي نشكرهم ونقول لهم يعني يعطيهم صحة المجهودات اللي رهم يقوموا بها ليلة نهارا يعني حتى في شهر رمضان نعملو سبعة لأسبا يعني المجلدين ليلة نهارا سبعة لأسبا طيل شهر رمضان نشتغلو يعني بدون أي يوم راحة بدون أي يوم راحة يعني عندنا مور رمضان نريحو ما لشهر رمضان يجوز لكم جندين جندين ليلة نهارا باش إن شاء الله يجوز شهر رمضان كما يحب المستهلك ممتاز كذلك ربما عندما نتحدث عن الرقابي نتحدثوا كذلك عن تحسيس التاجر بعدم رفع الأسعار خلال هذا الشهر يعني يعني إشهار الأسعار والتعريفات من عجل احترام شرط النظافة والنظافة الصحية احترام شرط الحفظ يعني عدم عرض المواد الغذائية خارج المبردات وخارج المحلات التجارية يعني هذا العمل نقوم به يومي مثلا في العادة سيدة حمروش ما هي ربما النقاط التي تكتشفوها عند خرجاتكم الميدانية خاصة خلال شهر رمضان عندما نتحدث عن شرط النظافة والحفظ يعني الأشياء اللي ما يحترمها شو التاجر يعني نلاحظوا بلي كان يعني ليسا نظام تجار يعني كان بعض المحلات يعني تحترم فيها جميع شرط النظافة والنظافة الصحية تحترم فيها الإعلام بالأسعار والتعريفات وكان بعض المحلات اللي ما يكونش فيها احترام سواء يكون محل غير لائق مواد غذائية منتهية الصلاحية مواد غذائية يعني خارج المبردات في درجة حرارة مرتفعة سواء لكن بعض المحلات يعني التجار اللي قوموا بعرض سلاحهم خارج المحلات خاصة مواد غذائية سارعة التالف يعني نحن نقوم بتحسيس وبالإضافة إلى جانب الردع مثل هذه المخالفات يعني اللي تضر بصحة المستهلك وتمس يعني الصحة طيب كذلك برنامج مخصص عندما نتحدث من خلال عملكم اليومي وكذلك خلال شهر رمضان عندما نتحدث عن مكافحة ومحاربة المضاربة نعم في برنامج في برنامج من أجل مكافحة المضاربة بشتى أنواعها خاصة لتمس يعني المواد الغذائية وسعة الاستهلاك يعني نقوم بعمل يوميا في الميدان سواء يعني في فرق مختلطة مع المصالح البلدية مع مصالح الأمن بالتنسيق مع الولايات المنتدوين من أجل ردع كل مخالفة للمضاربة يعني كنا علمنا تجار قمنا بهمالات تحسيسية من أجل أنهم يقوموا يعني بتصريح بالمخازن يقوموا بتفريغ مخازنهم بش تكون وفرة المواد الغذائية لكن هناك بعض التصرفات يعني بعض التجار لأنهم يقوموا بالمضاربة في المواد الغذائية سواء بيتخزينها أو رفع أسعارها رفع أسعار غير مبرر طيب سيدة حمروش الآن يعني مدام طمئنتو أنه الحمد لله المنتوجات الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة لكن على المواطن والمستهلك كذلك يعني نحسوه بضرورة الاستهلاك العقلاني للمواد الغذائية يعني أحيانا الاستهلاك المفرط يؤدي إلى التبذير وهذا الظاهرة في كل مرة كما قلت تتكرر الآن عندكم برنامج كذلك عندما تحسوا المستهلك والمواطن الجزاري بعدم التبذير والإصراف نعم يعني هذا البرنامج نقوم به برنامج تحسيسي للمستهلك من أجل يعني الحد من ظاهرة التبذير خاصة يعني مدت الخبز يعني بعد شهر رمضان لحظوا في القمامة أطنان صحيح بتاع الخبز يعني مثلا واحد يكون يستهلك خبزة في النهار وليستهلك أربع يعني هذا إصرافوا التبدير يعني لا يتقبلوا للعقل لا ربي سبحانه يعني شهر رمضان هو شهر عبادة استهلك عقلاني يعني حاجة لي متسحقها ما تشيريها شهره متواجدة في السوق صحيح يعني كونتية كبيرة تفسد ثم بعد ترميها صحيح صحيح بقضية كونتية تسميد ثم بعد تفسد ترميها شهره كل يوم وش تسحق رهي كاينة يعني السلعة هي متوفرة ننشروا وش نحتاجوا حرانا نقوموا بالتحسيس تحسيس جميع أشكال التحسيس على أن نقوموا بها استهلكوا عقلانيا لازم يكون استهلاك عقلاني صحيح ما نبدروش نبلغوك يكون سولوك مخالف من التجار يعني لازم يكون عندنا سولوك إبلاغ يعني ترح تشوف ما حل ماشي محتار فيه شرط النظافة عنده سلع يبلغ أعوان الرقابة يبلغنا يعني نتلقاه شكاوي نحن ندخله مباشرة من أجل لحد من هات تصرفات سلبي طيب سيدة حمروش بالحديث عن هذه هي الأسواق الجوارية والتي قلت أصبحت يعني قبلة المواطن الجزائري عشية كل شهر رمضاني والطوال شهر رمضان الآن في العاصمة فيها عدد كم من سوق جواري الآن يعني مدير التجار العاصمة سيد مدير التجار يعني نمسطنين 13 سوق جواري على مستوى ولاية الجزائر لكن كان بعض البلد يعني بعض دوائر إدارية يعني عندها أكثر من سوق يعني كان بعض البلد دوائر إدارية كبيرة نقف فيها سوق ثلث أسواق إلى خمسة أسواق يعني حسب كثافة السوكينية تاع المنطقة يعني إحنا قد مكان الأسواق يعني تكون منافسة ويكون المنتوج متوفر ونقرب السلعة للمستهلك يعني اللي سكون في البلدية مدبيح يقضي في البلدية اللي قدام يتنقش البلدية وإحدى أخرى ويلقى السلعة باش يطمأن طيب عندما نتحدث عن هذه الأسواق الجوارية تحدثنا أنه هذه الأسواق الجوارية تقرب المنتج من المستهلك يعني جل المنتجين الآن يعرضوا سلحهم ومنتجاتهم في هذه الأسواق الجوارية نعم يعني هناك تنفس من بعض المنتجين أجل عرض سلحهم أول شيء وخلال شهر رمضان يعني وقت تخفيضات يعني كانت تخفيض استثنائي مسموح به للتجار يقوموا به في شهر رمضان يعني باش المواطن يحس باللي كاين فرق شهر رمضان باش يتفرغ للعبادة ولا وتكون سلعة متواجدة ميقج عدوح يدير حاجوح يحوص على حاجة بشيش سلعة متوفرة قدام بأسعار معقولة و ماذا عن تخفيضات سيدة أحمروش يعني فيه تخفيضات بعد الحصول على رخصة نعم يعني شهر رمضان هذا ما تحدث ليس فقط في الأسواق الجوارية يعني سلعة استثنائي شهر رمضان نعم يعني من أجل يعني هكذا باش يكون يصرفوا المنتوجات ديالهم فرصة ليصرفوا المنتوجاتهم فرصة البيع يعني تجاري يبيعوا يستفاد يستفاد نعم طيب الحديد دايما عن الأسواق التجارية سيدة أحمروش يعني حتكون طوال شهر رمضان وكذلك خلال عيد الفطر نعم يعني مقبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان وأسبوع بعد شهر رمضان طيب كذلك الأسواق هذه الجوارية سيدة أحمروش كما قلت أن المنتوجات متوفرة والتموين يكون يومي ومستمر يعني يوميا المواطن يعني والمستهلك عندما يتوجه إلى هذه الأسواق الجوارية يعني يوميا يعني فيه تموين يعني يعني يتم تموين بكل السلح نعم يعني الأسواق هذه رهي تفتح طيلة أيام الأسبوع التموين يكون يومي بالمواد جميع المواد بدون استثناء سواء المدعمة أو المقننة أو العادية يعني متواجدة ومتوفرة يعني مسبح العشية وكل يوم وشفنا حتى يعني الأسماك يعني فيه ربما بعض الأجنحة وبعض الأسواق الجوارية اللي شفنا فيها أسماك نعم يعني كي نتوجد على مستوى المقاطعة الإدارية اللي بئر مراد الرئيس يعني كي نقاط بيع الأسماك الأسماك المدعمة راهي متوفرة في البلديات وخاصة يعني في الأسواق لكي ما شاهدته راهي متوفرة وكي الإقبال الكبير عليها طيب مدام حكيت عن الإقبال يعني المواطن الجزائري كما قلت يعني أصبحت عادة فيه إقبال يعني إقبال من قبل المواطن الجزائري على هذه الأسواق الجوارية كيف يعني مقارنة بالسنوات الماضية كيف يعني تقيم إقبال للمواطن على هذه الأسواق اللي راهي يعني نقدر نقلو في كل بلدية وفي الدوائر هنا في العاصمة نعم يعني المواطنين ولو يستنوا الأسواق هذية يعني يعني إذا نتلاقوا بهم قبل رمضان يقولنا إن شاء الله حديروا مرشي هذا العام قلهم إن شاء الله رح يكون قلت أمام شنجوا نقضوا فيه بسك يلقوا يلقوا راحتهم فيه حاجة الأولى من توجات اللي راهي تعرض راهي مراقبة بصفة دورية سواء من من أعوان الرقابة أو حتى مكاتب حفظ الصحة البلدية ولا الأعوان الأم راهي تراقب في هذه المنتوجة اللي تعرض اسمها منتوجة آمينة يعني والمستهلك يلقى روحه فيها يلقى الاختيار عنده ليش وعنده أنواع متعددة والأسعار يعني مليحة سيبوصا ولو يستنوا كل شهر رمضان يستنوا والأسواق الجوارية كما قلنا مفتوحة طوال الأسبوع ويعني التوقيت من فضلك التوقيت يعني نحن درنا تسعة تسعة صباحا إلى غاية ساديسة مساء يعني هدف في الفطار وفي رمضان الخمسة الخمسة ونس يعني على حسب كل شوق على حسب يعني إقبال المواطنين طيب كلمة أخيرة لك سيدة زهرة حمروش يعني توجيها للمواطن الجزائري والمستهلك الجزائري وكذلك لكل متعامل الاقتصاد يعني نجهولهم كلمة من هذا المنبر نقول لهم إن شاء الله هجوزوهم دام الصحة ولهنا إن شاء الله أنتم ما صوموا ونحن نعاونكم إن شاء الله باش يكون كلش متوفر وما نسمحوا لحتى واحد ليتلاعب بقوتهم ولا بديوبهم صحة شكرا نجزيل لك يا سيدة زهرة حمروش رئيسة المفتشية الأقليمية للتجارة لبئر موراد رئيس نقول لك إن شاء الله رمضان كريم لك شكرا رمضان كريم لكم صحة رمضانكم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله في مهامكم وعملكم خدمة للمستهلك الجزائري بالتوفيق إن شاء الله طوال هذا الشهر إن شاء الله هذا واجبنا نقوم به إن شاء الله يعني البليزير لدينا يشوفون نسفر ونطمئنون نقولوا كل شي متوفر يعني كل شي راهم متوفر كل شي متوفر في الأسباق يعني يعني نقولوا لهم هكذا بر لازم يشوفوا بعينهم يجوا يشوفوا بعينهم إن شاء الله شكرا نزيل لك يا سيدة زهرة حمروش رئيسة المفتشية الإقليمية لتجارة لبئر موراد رئيس كنت ضعيفة في برنامج تساؤلات شكرا نزيل لك وشاهدين بهذا نصل إلى ختام برنامج تساؤلات تحياتي الخاصة والخالص عليكم والسلام عليكم